ممناسبة كمان اللعيبة والتشكيل والإصابات والغيابات يمكن على مدار إسبوع كامل كنت حاولت أبحث في موضوع بيرسي تاو أكتر بشكل تفصيلي عشان بعد ما طلع دكتور أحمد أبو عبلة وتكلم في برنامج البيت الكبير وشرح موضوع بيرسي تاو بشكل أكبر برضو حبيت أعرف التفاصيل أكتر من اتحاد جنوب إفريقيا يمكن الخبر ده أنت ممكن تسمعوه لأول مرة بس إيه الموضوع بخصوص بيرسي تاو الناس بقى يمكن الناس طلعت قالت أصلي سابق مزمنة أصلي الكشف الطبي طيب اتحاد جنوب إفريقيا وده من مصادر في اتحاد جنوب إفريقيا أرسلت للنادي الأهلي تقرير طبي إن اللاعب أصيب مع منتخب جنوب إفريقيا أعتقد الأمر كده يبقى واضح للجميع اللاعب أصيب في معسكر منتخب جنوب إفريقيا في شهر تسعة لما كان بيلعب الجولة الأولى والتانية في تصفيات كأس العالم أعتقد كده الأمر بالنسبة لكل سادة المشاهدين بقى واضح جدا اللاعب ما عنده إصابة مزمنة كشف الطبي يعني ما كانش فيه أي مشاكل ولما كان موجود مع المنتخب أصيب مع المنتخب الوطني هناك في جنوب إفريقيا ثم عاد للنادي الأهلي وبإجراء الكشف الطبي مع أول مران سبت إنه عنده إصابة في العضلة الضم إذن اتحاد جنوب إفريقيا أصلا بعت خطاب رسمي للآلي بتقرير طبي وقال إن اللاعب أصيب معايا في المعسكر الفترة الجاية هوجو بروس أكيد عمل قائمة مبدئية بـ 34 لعب عشان يستدعي كل اللاعبين هل معنى إنه طلع قائمة بـ 34 لعب إن بيرسيتاو من ضمن الأسامة هيكون موجود؟ لسه في قائمة نهائية هتعلن خلال الأربع خمس أيام القادمة ممكن يكون بيرسيتاو منها أو مش منها لكن في النهاية اللاعب حاليا مصاب أكيد النادي الأهلي هيرسل تقرير طبي إن اللاعب مش هيكون جاهز لمبارتي إسيوبيا أمام جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة والربع يوم ستة وعشرة أكتوبر وهيتضح ده خلال الفترة اللي جاية لكن كان مهم أثبت وأعلن إن جنوب إفريقيا أصلا في خطاب رسمي قالت إن اللاعب أصيب معاها في معسكر أثناء تصفيات جأس العالم في أوائل الشهر الجاري